سامير جاجع المستقر حديثاً في فندق بزمار منتقلاً إليه من الأرز يقر للسفير الأمريكي جافري فلتمان عن قبوله تقليص التأثير المسيحي في لبنان عبر عرقلة أي قانون انتخاب لا يؤمن مصلحة حليفيه سعد الحريري ووليد جنبلاط وفيما تحدث فلتمان عن صعوبة إقناع الحريري بالتخلي عن مقاعد نيابية لمصلحة الممثلين الفعليين للمسيحيين شن جاجع هجوماً على ميشيل عون معتبراً أن المدخل إلى الحل يكمن في توجيه ضربات عسكرية إلى سوريا على ما تؤكده الحقائق المسربة عبر وثائق ويكيليكس الزمان 18 كانون الثاني 2007 المكان بزمار رقم الوثيقة 07 بيروت 97 كاتب الوثيقة السفير جيفري فلتمان الحدث لقاء بين فلتمان وسمير جعجع في لقاء بينهما في فندق بزمار بتاريخ 17 كانون الثاني تحدث جعجع وفلتمان عن الدعوة إلى انتخابات النيابية مبكرة التي تطرحها المعارضة فتحدث فلتمان في الوثيقة عن أراء أبداها جعجع بعد الكثير من التأمل الذي وصفه فلتمان بالجعجعي قائلا إنه جعجعاسك كونتمبليشن وبنتيجة المحادثات بين الطرفين قال فلتمان إن جعجع بدأ أيضا منفتحا على قبول احتمال تقليص النفوذ المسيحي من خلال قانون الانتخاب وخلال اللقاء قال جعجع إنه يفضل قانون انتخاب يقوم على دوائر 1960 مع اعتماد نسبية لكنه أضاف السبب الرئيس لعدم نقاش هذا الموضوع مع 14 أذار هو أنه سيكون كارثيا للحرير وجملات معا الذين سيخسران مقاعد وفي سياق الحديث قال جعجع إن مفاتحته بفكرة السماح لعون بالرئاسة تمت من جانب الحرير وجملات لكنه أوضح لهما أنه لن يدعم الفكرة وفي إطار كلامه على التأثير السوري في لبنان قال جعجع الأمر الوحيد الذي سيمنع ذلك هو رد واسع تقوده قوة متعددة الجنسيات تضرب أهدافا سورية وتابع جعجع هجومه على ميشيل عون فقال فلتمان نقلا عن جعجع وضع عون صار حرجا وأنا لا أتمنى إعادة أحياء الحظوظ السياسية المتهاوية لعون وتابع السفير الأمريكي نقلا عن جعجع توقعه فوز 14 أذار في انتخابات المتن الفرعية عام 2007 غير أن جعجع أضاف عون يعتقد فعلا أن مرشحه سيفوز وهذا دليل إضافي إلى أن إساءته التقدير تجلب مخاطر عالية للبلاد وعن سبب عدم انفتاحه على نبيه بره قال جعجع أما بالنسبة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بره فهو خجول ولن يلتقي بي وتناول جعجع وضع حزب الله فقال فلتمان إن جعجع قدر الوضع الراهن للتأييد الشيعي لحزب الله بغير السيء خصوصا أن حوالى 50% من الشيعة يؤيدونه في شكل كامل وفي الوقت عينه قال جعجع إن الشيعة يعيشون حلما ولا يرون العالم كما نفعل وفي ختام الوثيقة أورد فلتمان ملاحظات عدة أبرزها أن جعجع الذي يعطي صورة لناسك عميق التفكير لا يعطي ملاحظات بخفة وأضاف فلتمان أن اعتماد القضاء والنسبية سيؤذي الحرير وجمبلات حليفي جعجع واستدرك السفير الأمريكي بالقول إن أي قانون انتخابي يجب أن يؤمن فوز مرشحي الحرير وجمبلات بغض النظر عن التمثيل المسيحي الأمر لم يكن ليؤثر لو أن مرشحي القوات اللبنانية يفوزون فالقوات متحالفة مع الحرير وجمبلات مثلا والمقاعد عندها ستبقى جزءا من تحالف 14 أذار وأكد فلتمان أن ليس من المرجح أن يقوم الحرير بالتخلي بسهولة عن مقاعد نيابية للمسيحيين وأضاف السفير الأمريكي متذكرا انتخابات 2005 نذكر بقوة كم كان صعبا إقناع الحرير بإدراج من يعتبر مارونيا ذا صدقية أي سولانج لجميل أرملت بشير على لائحته البيروتية السبت في فقرة ويكيليكس جملات لسسن كلنا تلقينا مالا سعوديا لكن ميشيل معوض ومنصور البون لا يجدان الصرف فيما أمين لجمي البخيل والحريري يبذر المال